يا شتات الشتات يا باروش ده على رأي الفنان باسم صامرة في فيلم البيهرومانسي انت حضرتكم اريتو اخر الاخبار اللي هي عن الزكاء الاصطناعي وتطوراته خلال الساعات القليلة الماضية زفت الينا وسائل الاعلام الدولية وبالذات وسائل الاعلام الغربية خبر خطر جدا ان الصين وامريكا ودولا اخرى بدأوا في تصنيع روبوتات واسلحة زكية تعمل بنظام الزكاء الاصطناعي بحيث الاسلحة دي بتشغل نفسيها بدون تدخل البشر الى درجة ان هذه الاسلحة او هذا النوع من الاسلحة قادر على اتخاذ القرارات في قلب ساحة المعركة دون تدخل البشر الى درجة ان هذه الاسلحة من الممكن ان تقوم بتعديل القرارات بتاعتها بناء على اللي بتوجه في ساحة المعركة حتى لو كانت الدولة اللي هي بتمتلك هذا النوع من الاسلحة عاوزة توقف المعركة فالأستحادية ممكن تاخد قرارات ما فدها إننا مش موقفة المعركة دلوقتي لحد ما خلص على الخصم تخيلوا إحنا وصلنا تحد فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر يا حزن الحزن الزكاء الاصطناعي ما كملش سنة ونص بالزبط سنة ونص تم إطلاق أول منظومة أو أبرز منظومة فيه اللي هو شاة جي بي تي عن طريق شركة أوبن اي آي الشركة دي أطلقت أول منظومة من الزكاء الاصطناعي أو تعمل بنظام الزكاء الاصطناعي أضرتكم عارفين كويس جدا أن الزكاء الاصطناعي عبارة عن سيستم بيتم وضعه السيستم ده بيتطور قدراته من على سبيل الخطأ والتعلم أي معلومة جديدة بيطورها لو أخطأ فيها بيطورها بشكل كويس جدا ثم هو قادر على اتخاذ القرارات وتعديل قدراته بنفسه النتيجة حضرتكم من حوالي سنة ونص لحد تاريخ النهاردة وجينا بتطورات كارثية إلى درجة أن أصبح فيه 3-4 شركات حاليا للزكاء الاصطناعي هذه الشركات بدأت تدور جواها توارث يمكن إحنا عملنا حلقة بعض الناس ما شافتهاش لأن الحلقة دي بتاع الفيو بتاعها مش كتير على الرغم من خطورتها وهتلاقوا حضرتكم الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف أن فيه عملية تمرد في شركة أوبن أي آي اللي هي بتاعة الزكاء الاصطناعي إلى درجة أن مجلس الإدارة قام بالإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق لها بسبب أن الرئيس التنفيذي أطلق منظومة الزكاء الاصطناعي على المستوى الدولة وبدأ يبيع فيها وبدأ يطلحها ويخرجها للوجود بدون بحث ودراسة عواقب هذا النوع من الزكاء الاصطناعي يعني بدأ الزكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة ولعل أقرب مثال إلى ذلك أن مجموعة من الباحثين اللي شغلين في الشركة دي كانوا وقعوا رسالة جماعية حوالي عشر باحثين وقعوا رسالة جماعية بعتوها لمجلس الإدارة وقالوا خلي بالكم في كارسة بتهدد البشرية بالفناء إن في قدرات وقوة وقوة داخل الزكاء الاصطناعي اللي احنا تبنناه هذه القدرات اكتشفناها مؤخرا هذه القدرات قادرة على فناء البشرية شفتوا حضراتكم إزاي؟ طبعا دي كارسة بكل ما تعني الكلمة من معنى ما مرتشي السنة ونص دي تعل خير وجينا بإن وسائل الإعلام الدولية وعن طريق تقرير جريدة نيرك تايمز الأمريكية بالأمس بيقول إيه؟ إيه؟ تدرس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تطوير شبكة واسعة من التكنولوجيا اللي بتشتغل بالزكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار ومجموعة من الأنظمة المستقلة لمواجهة أي تهديدات قادمة تهديدات ضد مين؟ ضد أمريكا طبعا مش ضدك أي تهديدات قادمة لأمريكا هتتعامل معاها اللي استحد كلها هتشتغل بنظام الزكاء الاصطناعي لمؤاخذة ومن المنتظر أن تنفق الوزارة مليارات الدولارات للتطوير الألاف من أنظمة الزكاء الاصطناعي الجوية والبرية والبحرية اللي بتستهدف أن تكون صغيرة جدا وزكية وقليلة التكلفة يعني لمؤاخذة؟ يعني ساعدتك من المنتظر قريبا جدا أن جيوش من الروبوتات تواجه جيوش أخرى من الروبوتات ودول شغالين ضد الدولة ديت والتانيين شغالين ضد الدولة الأولانية وأي بشر من الدولة ديت الروبوتات ديت هتتعامل معاهم أو أسلحة الزكاء الاصطناع دي هتتعامل معاهم وبالتالي الطرف الثاني أو دوك هما ودولا هما على رأي كنبورة بتاع شخصية مصطفى حسين رحمة الله عليه رسام الكاركاتير المصري دوك هما ودولا هما هيقعوا في زمارة رأبت بعض وبناء عليه هيشوفوا أي حد من الشعوب ديت أو الشعوب ديت هيتم التعامل معاهم وبالتالي أنظمة الزكاء الاصطناعي الموجودة في الروبوتات العسكرية ديت مبرمجة إنك إذا شفت أي بني آدم من الدولة الفلانية العلانية اللي مواصفتهم كذا نشيهم على طول نفس المسألة ديت هتكون عند أجهزة الروبوتات الأخرى النتيجة ساعتك إحنا وقفين في النص وبنتصفة بس زي نظام أفلام الخيال العلمي بالمناسبة على فكرة مش أمريكا فقط لا غير ده أنت هتشوفوا حضراتكم بأي تفاصيل الخبر وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولة أخرى على تطوير طائرات بدون طيار بيتم التحكم فيها عن بعد بالزكاء الاصطناعي ويمكنها اتخاذ قرارات بنفسها بشأن قصف أهداف بشرية يعني أنت يا دوبك ركك بس اتبرمجها روحوا مثلا اضربوا في الدولة الفلانية اضربوا في أمريكا أو اضربوا في بريطانيا اتبرمجها أهداف بشرية بس هتيجي تنشاه في الطرف الآخر مش هتقدر هتتعامل معاك طيب طردوا أني مثلا الطيارة بدون طيار دي شافت أن هي لم تحقق أهدافها وهي متبرمجة على ذلك وصدرت التعليمات ليها من أمريكا تعالي انسحبين وهي شايفة أني الهدف بتاعها على مبعدة يسيرة اتكسر كل تعليماتك لأنها بتطور قدرتها بنفسيها في التو واللحظة وكل سنة بتمر عليها بتطور هذه القدرات هتتمرد على البنتاج وهتفضل مستمرة ومتوجهة البريطانيا وهتقصف الأهداف بتاعتها ولو هفها الشوء والمزاج أن هي هتلف من الناحية التانية وتحقق أهدافا أخرى لأن الزكاء الاصطناعي بتاعها المبرمجة به قال لها لا خلي بالك طالما أننا موجودين هنا خلينا بقى نمر على كم أهوة كده ولا حاجة وأن الشها بالمرة أولا إذا ما أقول لكم كده هو ده نظام الزكاء الاصطناعي هذه الأسلحة تعتبر فتاكة جدا زيتية التحكم ومعروفة باسم الروبوتات القاتلة قادرة على تحديد الأهداف والاشتباك معها دون أي تدخل بشري وده كله طبعا بيؤكد أنه يتم تسليم القرارات الحاسمة في ساحات المعارك لمجموعة من الآلات اللي هي مجموعة من الروبوتات الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى موجبة الجيش الصيني اللي بيتوسع بسرعة غير عادية يعني الصين أصبحت بتمتلك هذا النوع من الأسلحة طب ليه ما أعلنت شيء؟ الصين شغالة من غير دقيق الصين بتشتغل لحساب نفسيها بطريقة مخيفة ولذلك كان عنده حق هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لما قال أنتوا عملين بتدكوا في روسيا ليه؟ يا أخوانا روسيا مش هي العدو الحقيقي بتاعكم الصين هي العدو لأن الصين بتمتلك قدرات وإمكانيات أكتر من أمريكا إلى درجة أن البنتاجون حاليا دلوقتي بيسرع الخطوات في سبيل أن هو يعمل أسلحة في الزكاء الاصطناعي زي ما الجيش الصيني عمل أمريكا بتسعى لمواقبة الجيش الصيني اللي بيتوسع بسرعة وسط مخاوف من أن بيرقراطية البنتاجون بتستغرق وقت طويل للتطوير ونشر أنظمة متطورة وقالت شوفوا بقى حضراتكم التحذيرات بتاعت أي رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن المخاطر المحتملة للزكاء الاصطناعي كبيرة جدا لدرجة أن مفروض على شركة أوبن إي آي أقوى شركة في مجال الزكاء الاصطناعي في العالم حاليا مطلوب منها كشف أسباب إقالة رئيسها التنفيذي سام ألتيمان ليه؟ لأنهما أطاحوا بيه بسبب الأخطار المحدقة بالبشرية من الزكاء الاصطناعي الشركة دي أطلقت المارد بتاع الزكاء الاصطناعي من غير حساب النتيجة حضراتكم ما مرتش سنة ونص على إطلاق هذا النوع من الأنظمة الزكية وفجئنا بتطورات كارثية بشكل غير عادي وطبعا الكلام ده بيؤشر أنك أنت بدأت في مرحلة خطيرة جدا لا يعلم مدها إلا الله بدون تدخل البشر درون زكية اللي هي الطيارة بدون طيار قاتلة تقرر وتتصيد من تريد إيلون ماسك مخاطر الزكاء الاصطناعي كبيرة جدا ويجب كشف أسباب إقالة ألتيمان ميتة تفكك فريق الرقاب على تطوير واستخدام الزكاء الاصطناعي بدأت الدنيا كلها بقى طبعا تتوتر وتنشغل لأن طبعا الكل أطلق هذا النوع من الخطر لحساب النتيجة شكلنا كده مقبلين على أيام لا يعلم مدها إلا الله ربني أسترها ترجمة نانسي قنقر